يوم التأسيس طبعا هذه الذكرة اللي نشاهد احتفالاتها في جميع انحاء المملكة اليوم احنا في نجناج الرياض هذه الفعالية التي تقام بالتزامن مع مناطق المملكة فيها نستذكر تاريخنا العريق اللي يمتد إلى 300 عام عندما تتجول في نجناج سوف تتجول في المملكة واليوم نتواجد في أحد الأجريحة وجناح المنطقة الوسطى اللي فعلا نشاهد اقبال كبير هنا نشوف أكلنا ونشوف أزياءنا ونشوف أسواقنا اللي ذكرنا بالماضي وبتاريخنا نحن الأحفاد نستذكر الأباء والأجداد اللي وحدوا هذه البلاد العظيمة مملكتنا الحبيبة المملكة العربية السعودية طبعا نتواجد الآن في جناح المنطقة الوسطى وبجانبي العرضة السعودية اللي دائما ما تكون حاضرة في المناسبات الوطنية واللي تشهد اقبال من الزوار اللي في الجناج طبعا هذه الفعالية اللي اليوم نعيشها ونستذكرها طبعا على مدى 300 عام نشاهد طبعا هذه العرضة السعودية التي تقام في مناسباتنا الوطنية ومناسباتنا الرسمية في المملكة العربية السعودية العرضة السعودية اللي يقام في مناسباتنا الرسمية ونحمد الله جاد على ماتمان ونحمد الله جاد على ماتمان ونحمد الله جاد على ماتمان جزل الوهايب طبعا كل مناطق المملكة تعيش أجواء جميلة جدا واحتفالات لهذه المناسبة لنعتز فيها ونفتخر فيها زي ما ذكرنا في المملكة العربية السعودية والتي تقام طبعا لأول مرة لتأكيد على أصالة وتاريخ المملكة العربية السعودية اللي اعتدأت من الدولة السعودية الأولى ب génداد الدولة السعودية الثانية وصلها إلى المملكة العربية السعودية في عهد سيدي خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعقيده وليل عام